أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أماله في خروج الاجتماع بموقف موحد لدعم الشعب الفلسطيني وأكد أن تواجد وزير خارجية إسبانيا خسيم منغل البريس في معبر رفح إثبات على تضامن إسبانيا مع القضية الفلسطينية إذن آمل أن هذا الاجتماع سوف يتوصل إلى موقف موحد من جهة كل الوزراء الموجودين ونحن نحيي قرار حكومة بيدرو سانشيز لأنه كان يريد أن يأتي إلينا وأن وجوده في رفح هو إثبات على هذا الأمر وهو أثبت عن تكافله وتضامنه مع الضحايا وتضامنه مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى دعمه للسلام والعدالة وبالطبع هذا الأمر مفيد بالنسبة إلينا ويساعدنا ولأن إسبانيا بصفاتها أيضا رئيسة الاتحاد الأوروبي لقد تحدثت بصوت عال وجود رئيس حكومة في معبر رفح مهم جدا أيضا والكلمات التي قلت هناك كمهمة قال وزير الخارجيات الأردني أيمن الصفضي إن العمل على حل دولتين يجب أن يبدأ الآن بضمان نهاية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخلال مشاركته في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في بارشلونة أكد وزير الخارجي الأردني أن على إسرائيل أن تدرك أنها لن تستطيع تهجير السكان قصريا مرة أخرى من قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جازي بوريل إلى تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة والتي دخلت يومها الرابع والأخير ولدى افتتاح اجتماع منتدى الاتحاد من أجل المتوسط في بارشلونة شدد بوريل على أنه يجب تمديد هذه الهدنة التي وصفها بأنها خطوة أولى مهمة وتحويلها إلى هدنة دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي بدوره دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانسي ستولتنبرج إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي وصلت ليومها الرابع والأخير في غزة بين إسرائيل وحركة حماس كما دعا ستولنبرج لسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية وإطلاق صراح عدد أكبر من المحتجزين في القطاع ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانج يي سيتوجه إلى نيويورك في 29 من نوفمبر لرئاسة جلسة لمجلس الأمن بشأن التصايد بين إسرائيل وحركة حماس وقال المتحدث باسم الوزارة وانج وين يين أن الصين تأمل خلال رئاستها هذا الاجتماع في القيام بدور للمساعدة في تحقيق وقف الإطلاق النار قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قال إن مشاهد الدمار التي تكشف عنها حرب الإبادة التي تعرض لها السكان في قطاع غزة تظهر حجم الفضاعات التي ارتكبت هناك وخلال كلمته في جلسة الحكومة الفلسطينية شدد اشتية على ضرورة أن يتعامل العالم مع غزة على أنها منطقة منكوبة وأن المتسبب في هذا هو دولة الاحتلال مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة 52 يوم الماضية تظهر حجم الفضاعات التي ارتكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وإبادة عائلات بأكملها وتدمير كل عناصر الحياة من مستشفيات ومدارس وجامعات وأسواق ومخابز ومحطات مياه وكهرباء ما يكشف عن الأهداف الحقيقية وراء العدوان الذي يستهدف الكل الفلسطيني إنما كشفته الهدنة من دمار أكبر من الوصف وهذا يدل على حجم الإجرام الذي مارسته ماكنة القتل الإسرائيلية على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة وأن المتسبب في هذا هو دولة الاحتلال وعليهم تحمل مسؤولية ذلك اشتركوا في القناة